البنوية هنا في روميا أصحاح تمانية ودعني أقرأ أعداد قليلة في عدد خمستاشر وستاشر من روميا تمانية إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الروح القدس أعطانا التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب وهنا بيقول كده الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله عدد سبعتاشر فإن كنا أولاد فإننا ورثت ورث أيضا ورثت الله ووارثونا مع المسيح إذن هنا في بنوية أنا عاوز أسأل سؤال للمستمعين حد شاف بيبي نازل من بطن أمه لسه في اللحظة دي وأول ما نزل قال شاف أبوه كده وقال له يا بابا مش ممكن أبدا لكن أنا بعرف الإنسان الخاطي أول ما ينزل من رحم النعمة من بطن النعمة على طول في التو بيقول له يا أبي السماوي يأخذ الآب أبوه ويخاطبه في الصلوات أبانا يا أبي إزاي أنا أقول يا أبانا الذي في السماوات وأنا إنسان تابع لإبليس وأنا ملك الإبليس لما أعترف بخطاياي بتغير بصل إلى هذه البنوية وأصبح إب لو فتحنا رسالة غلاطية أصحاح أربعة حنلاقي في رسالة غلاطية الأصحاح الرابع بيتكلم عن هذه البنوية وبيوصفها في عدد ستة بيقول كده بيقول ثم بما أنكم أبناء يعني أنت ابن لما اعترفت للمسيح بخطاياك أصبحت ابن ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب يعني الروح القدس بيحقق البنوية هو اللي بيصرخ فيها وبيقول لأ الله الآب أنت أبي يا سلام ده امتياز عظيم أني أنا أكون ابن لالله يعني طبعا في بنوية وحيدة هي بنوة الابن الحبيب الرب يسوع المسيح عشان كده بيسمي الكتاب مقدس الابن الوحيد لكن في بنوية بالتبني لينا بناء على اعترافنا بخطايانا ودم المسيح الذي غسلنا والروح القدس حل في قلوبنا وأصبح ينادي الله الآب يقول له يا أبي أنا اللي بناديه وبقول له أنت أبي إذن شوف بدام أنا بقيت ابن لله الآب يقول إذن لست بعد عبداً يا أنا مش عبداً دلوقتي أنا مش تابع لإبليس أنا اللصنن بتاعي مش إبليس دلوقتي لا أنا اللصنن بتاعي في عيلة المفديين عيلة المؤمنين عيلة المغسولين بالدم الكريم لست بعد عبداً بل ابناً وإن كنت ابناً فوارس لله بالمسيح اشتركوا في القناة